نموذج الصناعة بالكامل يتغير من خلال البث المباشر والرقمنة وذكاء الاصطناعي إنها لحظة للتاريخ لحظة من أجل الحقيقة إذا لم نقف شامخين الآن سنكون جميعاً في ورطة سنواجه جميعاً خطر استبدالنا بالآلات سيتم استبدالنا بالآلات إذا لم نواجه هذا الخطر الآن هذا هو سبب الرئيسي للإضراب الذي تحدثت عنه رئيسة نقابة الممثلين يطالب الممثلون والكتاب بزيادة أجورهم التي تأثرت كثيراً بعد ظهور المنصات الرقمية مثل نتفليكس تظهروا أمام لوحاتها الإعلامية لكن الأهم هو مطالبتهم بضمنات ترتبط بعدم استخدام الذكاء الاصطناعي والوجوه والأصوات التي يتم إنشاؤها بوسطة الكمبيوتر لتحلم حل الممثلين الصناعة في خطر في منتصف يوليو الماضي أعلن منتجوها هوليوود عن اقتراح رائد للذكاء الاصطناعي يتضمن استخدام النسخ المتماثل الرقمية أو التعديلات الرقمية للأداء أمر مرفوض بالطبع من الكتاب والممثلين فتحولت الاستوديوهات الكبرى لاقتراح آخر لحماية الشكل الرقمي للممثلين النقابة رفضت أيضاً وطالبت عمالقة البث بالموافقة على تقسيم أكثر عدلاً للأرباح وظروف عمل أفضل الأمر سيؤثر على كبار الفنانين الجميع في خطر والدليل ما حدث في تايم سكوير لدي رسالة للسيد أيجر أعلم يا سيدي أنك تنظر لأشياء بعدسات مختلفة لا نتوقع منك أن تدرك من نحن لكننا نسألك أن تستمع إلينا نسألك أن تصغي إلينا عندما نخبرك بأننا لن نسمح أن تأخذ من وظائفنا وتمنحها الروبوتات لن نسمح لك بأخذ حقنا في العمل والعيش والكسب الكريم وأخيراً وهو الأهم لن نسمح لك بأخذ كرامتنا منا لن نسمح لك بأخذ حقاً ولكنه سعيد ربع آخر لنفسنا أيضا عهم أطول عن المميين. دلما تترون عن المميين ممارات لكم أوبع الأمر؟ أنا لم ترون في أنت تذيير لهم، ولكنني لا أحد. نحن 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 من التحيات الأممية. ولكن أين اتضاء أمميين الأمممين؟ كما أوبع الأمر، ما أوبع تصنع المشاهدون؟ ليس مثلاً أرموك أنت. ما أريد كلما ما يريدون؟ لا أريد أن نحن 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 نقاتل. ليس في تايم سكوير فقط حيث احتشد عدد كبير من الكتاب والفنانين لإعلان تضامنهم مع الإضراب لكن في لندن أيضا أوبنهايمر الفيلم الذي أثار ضجة واسعة أخيرا طاقم العمل كله كان موجودا في ميدان لستر في الثالث عشر من يوليو الماضي بما في ذلك كيليان ميرفي وأميلي بلانت وماد ديمين كانوا يحضرون العرض الأول للفيلم لكن في نفس الوقت تم إعلان إضراب هولويد في مؤتمر صحفي علم أبطال العرض بالأمر ليخرجوا منه تضامنا مع الإضراب لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات اشتركوا في القناة